السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اخوة اخواتاتي كتير يلبس لكم باخير هاني نلكركم بزيانين نتمنىكم قاعدكم باخير وعلى اخر في المكتو تمكتشادو الفيديو مرحبا بكم معي فيديو جديد فيديو دي اللي ما جيت انشاء الله غدي نتقسم معكم واحد الوصفة اللي اكتر من رائعة طبيعية صحية مقونات اللي بسيطة غدي نحتاجو فيها انشاء الله تمر و القرقع كيف ما قد لاحدو وصفة غزالة جزا فتحضروها الوليداتكم هكا القوتي المدراسة الفطور ديال الصباح لكم ارها وصفة رائع جدا وطبيعية فقبل ما نبدو الفيديو دي انك في الملعا دا منسو الصلاة على الحبيب اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اهلي واصحابي اجمعين ايضا اخواتي ما تساونيش بحض اللايك على الفيديو وانتو ما كتفرجوا ولكتو الأول مرة تشاهدوا الفيديو فكننقول لكم مرحبا بكم في قناتي وقناتكم معكم وتشتركوا فيها وتشغلوا الجرس بشقوات وصلوا بكل ما هو جديد ندزل المكونات والطريقة مع بعدياتنا فباسم الله على بركة الله كناخدوا هنا الكاس لالخلط الكهربائي كنوضعوا فيه ثلاثة ديال البيضات اللي يكونوا في درجة المطبخ بالنسبة البيض انا عندي الحجم دياله صغير يلا كنو عندكم من البيض الحجم دياله كبير ستعملوا غرجوا البيضات رام كافيا من بعد كدير عليهم قبيصة ديال الملحة كاس قلى رب ديال زيت نباتية من بعد كنوضعوا كاس ديال الحاليب حتى هو من الاحسن يكون في درجة المطبخ يعني الحليب براء مثل لاجه وغدينديروا واحد الكيس ديال الغاني صافيه وغدينسته وغدينطحنه بزيال مدة ديال دقيقة هذا الخالط من بعد مما كنطحنوا الخالط دياله المدة ديال دقيقة حتى كيصبح لهت الشكل هذا هنفضل المرحلة غدي نحتاج كاس ديال القرقع لانتوما كاس عامر نفس الكاس اللي عبرت به الزيت ولي عبرت به الحاليب كيف ما لحطوه وغدي نحتاج ايضا كاس ديال الطمر بالنسبة للطمر استعملوا هاد النوعية هادي يعني النوعية اللي تكون طايبة باش يعطوكم ذاك الحلاوه حتى ما غديش نستحقو السكر يعني ما غديش نديروا فضوصفة السكر بصيفة نهائية فقط هاد الطمر هادا غدي نغير الحلاوه دياله كافية كما ديت لكم وصفة وعرة صحية ما غديش نحتاجوه ان شاء الله فيها السكر بصيفة نهائية هنا بالنسبة للطمر انا استعملت كاس صارحة ما عبرتش معاكم مش يعني ما حسبتش عفوان معاكم مش حال من حبة تقريبا هاكا واحد للطاش ديال الحبة اللي كتوضعوه يعني هادي اخر حبة بعد ما نقينا وحيدنا للعلفة صافة وضعنا وغدي نطحنهم زيال مدة ديال الدقيقة حتى كي يولي الخالط ديالنا على هاد الشكل هادا يعني ما كيبقونياش وحبيبات ديال القرقاع وحبيبات يعني دق طريفات ديال الطمر كل شي كي نطحن من بعد كنناخدو واحد الاناء وكنفرغو فيه الخالط ديالنا شوفوا معي الخالط كي يجي هكا شوية تقيل حيت فيه كاس ديال القرقاع وكاس ديال الطمر بطبيعة الحال الخالط ديالنا غيجي هكا يعني قاسح او خاتر كيفما كتوحطو يعني ما كيجيش جاري بالنسبة لدي مكونات راهم ناجحين مية في المية يعني مكونات هما هادو كل اللي كنعطيكم جاربون كيفما هما غتجيكم ان شاء الله هو عراق هادو الوصفة هادي بعد ما فرقت الخالط ديالي فاد الاناء غدي نحتاج هنا واحد الكيمياء من دقيق القمح حبيب نخالته هنتو ما داكن نخلال اللي كتكو رقيقة فيه حتى يكنستعملوها تقريبا هكا استعملت واحد الكاس ديال دقيق القمح من بعد كنناخد جوج اكياس من خميرة الحلويات كل كيس من فيئة ديال 8 جرام يعني 16 جرام المجموع اللي غدي نوضعه صافي وكننغرب لها حتى هي وكننخلط كل شي مزيان بالنسبة لدقيق ديال القمح لما كانش متوفر عندكم يمكنكم تعوضوه بكاس ديال الفينو او كاس ديال السميدة ما كان عندكم لا فينو لا سميدة لدقيق ديال القمح اعاد ديرو كاس ديال دقيق الابيض اللي هي الفارينة فانا بغيت هاد الوصفة دي تكون طبيعية وصحية 100% كاس ديال دقيق القمح حاكل وليداتنا كنعطوهم شي حاجة اللي طبيعية وايضا كنستغلوهم بعض طريقة بالنسبة للقرقاع وطمر يعني اللي ولداتها ما كده يبغيو لاش القرقاع وطمر حالي انا صراحة ما كيبغيواش دائما كنعطوه لهم هكا المدراسة كيخليوه كيف ما هو ما كيأكلوش فدائما صراحة كنديرلهم هد الوصفة هادي زوينة وكندخله هكا طمر والقرقاع بش كيأكلوه يعني ما كيفطنوش فدو الوصفة هادي وبالنسبة للوصفة ما فيها لا سكر لا ولا يعني كنعطوهم شي حاجة لطبيعية وزوينة هنا في الاخير كيفما كتلاحظو كتزيدوا واحد المعلقة دي الخل باش يجيوكم ان شاء الله هاد كبكيك ديلكم داخل ديالهم كتزاخدوا هنا المول دي الكبكيك كتزيروا في هاد الورقة هاد الورقة دي الكبكيك سوف نعمر هاد المول هاد بحال هكا ومن بعد غدين ناخد واحد الملعقة وغدين ناخد كل معلقة غدين ندراك واحدة هانتوما بالنسبة لهذا الخالط هاد شوفتم معي القوام دياله كيجي شوية تقيل هانتوما الخالط ديالك يجي شوية تقيل على هاد القوام هادا كيفما كتلاحظوكي مجلكم مقادر رهم مضبوطين مياه في المياه غدين ولي نتكر معاكم المقادر يحتاجين كاس ديال البيضاس كاس ديال الحليب كاس قلاروب ديال زيت نباتي يقبس ديال الملحة وشاصي ديال فاني ايضا كاس ديال كرقاع كاس ديال تمر كاس ديال دقيق القمح وجوج اكياس من خاميرات الحلويات المجموع اللي هو 16 قرن صافي كنعمرو ديال المل ديال بحال هاكا كله كنا نديره في وحده كندخلوهم الفران ليكون سخون ضروري ما يكونوا شاعلي الفران من قبل كنخليوهم المدة ديال 10 دقيق صافي ونحيدوهم مرة في الساعة كي تابوهم مكيخدوش مدة طويلة هنا بعدما حيتهم خرجتهم الفران شوفوا معايرها بقي رطبين بقي سخون هنا خليوهم حتي يبردو عدقي صوهم حيتهم ديال المل وولي ادبارت الكيميال اللي سبقات لي حيت ما شاء الله اعطيها ؟ ارى هذه الكيميال كي تبقى لي حبهك ولدتي حتى اعجبوهم عدوا في المدك ويضع الحلوة ادبوه غير اتمنى تطمر احيان تطمير لادعين انكم بإدمرو سكر يجاءوا وعرين ادبوهوم من قمح الماضيك جدا اتمنى انكم تجربوهم ونصف خفافي ونصف نجحين 100% اتمنى انكم تجربوهم وانا متأكدين انكم سوف يعجبوكم ان شاء الله بزاف اخوتي اخواتي اتمنى هذا الفيديو دا يعجبكم اتمنى انكم تعرفوه فضلا وليس امران لك تجدادوا الاول مرة تشاهدوا القناة اتمنى انكم مرحبا بكم في قناتي اتمنى انكم اشتركوا فيها وتشغلوا الجرس باش توقفوا كل ما هو جديد لايكات ديالكم تعالكم المحفزة على الفيديو وبطبيعة الحلقة ينحل معكم وحيدة باش تشوفهم ندخل كيفاش كيجيو انتم من الاحسن خليهم حتى يبردوا وعاد حلوهم انا كنت صارحة شوية مستعجلة بهم مباشرة بعد ما طيبت نشوفهم ناجحين وطالعين ومفششين من الداخل ومحمرين بطبيعة الحل كي لتحت كي لفوق بالنسبة لطريقة ديال الطيب ديال الفران كنديروهم فران في الجهة الفوق ونجدهم يطلعوا يتحمروا غير تمام يعني ما كان هبطت اللاطاليالي لتحت بصيفة نهائية فقط فجيها الليل فوق شوفوا معي بعد ما حلت معكم هان تومة شوفوا معي على الرطوبة وتفش فيشة اللي كينا فيهم وبلاء دقيق ابيض يعني شي حاجة اللي صحية وزوينا نعطيهم لوليداتنا الماداق الماداق ستقوني راه الماداق ديالهم كي يجي هايل الماداق كي يجي ويعرغ يجربوهم بعينكم غمضين كيف مكتلكم كي يجيو خاطيرين في الماداق ونفش وشين ورطبين يمكن لكم ايضا تحتفظو بهم حتى في المجمد كي يبقوا كيف مهوما هكا الوليداتكم لمدرسة تلقاوما هكا القوتي ديالهم صراحة كي يبقوا فنين وبحلي الله طيبته فاخوت اخواتي لا بقين كتشاهدوا هذا الوصفة او كتشاهدوا هذا الفيديو شكرا بزافة على الحسن المتابعة وبسلام عليكم على فيديو جديد ووصفات جديدة ان شاء الله